موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيحين لقلوبكم نحن معكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل كره الأحباء المسلمين وحقدهم على اليهود ما بيخفى على أي حد فينا العالم كله تقريبا وصلته المشاعر طبعا إحنا مش بنتكلم عن كل المسلمين لكن الغالبية العظمى عندها المشاعر من خلال سلسلتنا الجديدة علاقة محمد باليهود الأسباب والأسرار واللي بنبدأ أول حلقاتها النهاردة هنعرف إيه أصل الكرهية دي ومين أسسها وليه حنشوف الصفات اللي وصف بها محمد اليهود هل هي حقيقية ولا تشويه ليهم وافتراء عليهم منه إذا كانت حقيقية هل اليهود بس هم اللي اتصفوا بيها ولا المسلمين ليهم نفس الصفات حنتكلم كمان عن تأثير اليهود على محمد وتأثير محمد عليهم وغيرها كثير من الموضوعات اللي حنتناولها في سلسلتنا تعالوا مع بعض نشوف عنوان أول حلقة من السلسلة بداية الإسلام يهودية بامتياز مشاهدينا هنكون طبعا كالمعتاد في انتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم وأسئلتكم بنرحب وحيد وبنبدأ موضوعا أهلا بك يا وحيد أهلا فضوى وأهلا بكل الأحبان مشاهدين في كل مكان رب يبارك حياة الجميع لو حبينا في البداية ناخد فكرة عامة عن علاقة محمد باليهود وعلاقة اليهود بمحمد كان شكلها إيه العلاقة؟ علاقة محمد باليهود كانت علاقة فيها الكثير من الشد والجذب من ناحية اليهود أولا بالنسبة عفوا للإيمان كان موقف اليهود ثابت ثابت بشكل واضح جدا في رفض نبوة محمد كنبي رفض تام ورفض واضح جدا طبعا اليهود أهل كتاب وعرفين الأنبياء وبيعرفوا إذا كان دا نبي ولا لا صحيح خاصة أن الرجل بلا معجزة قرأت من فترة جزئية أعجبتني أن تخيل لو فيه نبي صيني وعين كتب كتاب وجو الناس قالوا له هات معجزة قامت دالهم الكتاب الصيني اللي هم أتحداكم تأتوا بمثله للصينيين ولغير الصينيين هل دي معجزة؟ المهم ده بالنسبة إلى موضوع القضية الإيمان كان يعني منتهية بالنسبة للمعاملات بينهم وبين محمد كان اليهود في أحيان كثيرة بيختبروا محمد في كتير من الأمور عشان يشوفوا هل ده؟ مش عشان يشوفوا هم متأكدين بس يكشفوا بيكشفوا بيحطوا له قدامه اختبارات وكان طبعا يسقط في هذه الاختبارات كانوا بينصبوا فخاخ اعطاءه مثلا معلومات مغلوطة مغلوطة وكان يقع في هذه الفخاخ باستمرار وده بنعمة الرب هنقدم عليه حلقات في الموضوع ده وكان اليهود يعتبر هم من شكلوا إلى حد كبير نبوة محمد إذا كان من البداية أو فيما بعد وبرضو الموضوع ده هنقدم عليه حلقة بنعمة الرب تابعونا الأحباء المشاهدين أساطير اليهود شكلت الكثير مما في قرآن رسول الإسلام أو في أحاديسه وإحنا قدمنا ما يقرب من خمستاشر حلقة عن تأثير الأساطير نعم كان ده من ناحية اليهود أما من ناحية محمد في السنوات الأولى كانت العلاقة مع عامة اليهود بداية هي نادرة لأنه في مكة عدا خديجة وعائلته لأن محمد في البداية كان منشغل باستمالة العرب الموجودين في مكة فلم يذكر اليهود تقريبا في قرآنه في الثمانية وثلاثين سورة الأولى من قرآنه عدا صحف موسى وردت كده في سورة النجم ثلاثة وعشرين ترتيبة ثلاثة وعشرين مش ترتيبة في القرآن صحف إبراهيم أو صحف؟ نسموها صحف موسى يعني حتى في النص كده في القرآن فدي وردت كده في سورة النجم كويس؟ يعني حوالي لكن مثلا اليهود الكلام عن اليهود نعم ثمانية وثلاثين السورة الأولى ما جاء بسيرتهم خالص كم منشغل بالعرب لما يئس من العرب ولما العرب قاموا عليه وسانده اليهود طمع محمد في تبعية اليهود والطمع دا ذاته بنعمة الرب سنقدم عليه حلقة في السلسلة من كل ما سبق يتبين لنا كيف تأثر محمد باختلاطه باليهود بحكاياهم خصصهم وأساطيرهم من ناحية أخرى وحتى طبعا يستميلهم راح يكتب قرآنه وفيه الكثير من القصص الخاصة بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإلى يعني كل الموضوعات الهمة الموجودة ويوسف أفرد له صورة علشان يظهر وكأنه لديه وحي وأنه يهتم لأمر اليهود نعم كان لدى محمد طبعا أسباب كثيرة جدا برضو معالي سمحون إذا قلت في كل مرة سنفرد لها حلقة لأنه موضوعات هامة جدا جعلته يستميت في استمالة اليهود ليقتنعوا أنه هو نبي في أحاديث كثيرة قالها رسول الإسلام أكدت وطبعا القرآن المليء بالقصص اللي أساسه يهودي بعد فترة والعدم تصديق اليهود له أصبحت العلاقة في البداية متأرجحة يوم النهاردة يمدحهم وبكرة يزمهم يعود يمدحهم مرة أخرى ليعود إلى زمهم مرة أخرى وبارضو دي هنقدم عليها حلقة التأرجح ده من رسول الإسلام مبني أحيانا وأحيانا أخرى على مبدأ اتبعوني وإلا يعني وإلا دي اللي حصلت بعد كده وشرد وقتل أخيرا بعد ما تأكد أنه رفضوا تماما وسابوا قبلته قبلته يعني هو ترك قبلته تدى يتوجه للعرب مرة أخرى بس مشاعره ملت بكره وحقد تجاه اليهود وبنشوف محمد سطر مشاعره دي ليس فقط في قرآنه ولكن بامتياز في قلوب أتباعه من المسلمين سطر مشاعر الحقد القراهية في قلوب المسلمين انتقلت مشاعر الحقد والقراهية وبيسلموها جيل بعد جيل وكأن الأحباء المسلمين بيرضعوا مع حليب الأم حتى يومنا هذا وكأنه سيبقى إلى يوم القيامة وده أنا حابب الأحباء المشاهدين بعد إذنك يتابعون معنا ده المنهج الإسلامي الموجود الذي تناقله المسلمون من محمد جيلا بعد جيل عاوز يتابعوا معنا ده في الفيديو طيب فخلينا نشوف الفيديو ده اللي عملته المجموعة بتاعة مرايا ونرجع مرة أخرى نحن نعاد يهود حتى ولو أعادوا إلينا فلسطين لأنهم كفار لو أن اليهود تركوا لنا فلسطين خلاص يبقوا حبيبنا لا طبعا عمرهم هي بقوا حبيبنا إطلاق أقدتك في اليهود واحد أنهم كفار اتنين أنهم أعداء مش أعداء عشان يحتلوا فلسطين وإنما هم أعداء ولو لم يحتلوا شيء وإحنا كراهيتنا أو كرهنا لليهود من منطلق عقيدة القرآن هو اللي بيدعونا أن نحن نكرههم ومن حبهم هؤلاء هؤلاء يعانوا من حالة نفسية مضطردة مضطربة والله ليس أنا الذي أقول القرآن الكريم وصفهم بأنهم لا يوجد لهم مثيل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود يهلك هي القرفة ناس لا عندهم لا دين ولا ضمير ولا أنا أستنكر ممن يؤمن بالتطبيع معهم ممن يؤمن بالجلوس معهم ممن يؤمن أن هؤلاء البشر ليسوا بشر وليسوا أناس وليسوا لا بذواد الدين ولا ضمير والأخلاق هؤلاء هم اليهود باختصار وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي إلا باستئصالهم بإذن الله تعالى أعداء أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود من الذي قال ذلك الله زي ما اسمعت الله عفوا هي مامري بدل مرايا مرايا دا مسلسل ربما أنا كنت متأثر بالعفو إذن شفنا دلوقتي كم الحقد كم الكراهية الموجود في صدور هؤلاء الناس ويشفي صدور قوم مؤمنين من الغل طيب ده جمين فين هكذا تناقل المسلمون هذا الحقد وبرثوه من إمامهم الأكبر رسول الإسلام وزي ما شفت القضية ليست فلسطين قال لك حتى لو ما احتلوش فلسطين طيب أنت قضيتك إيه إيه قضيتك أصلا مع اليهود عشان عشان رفضوا الرسول نعم خلاص دول بيقيت القضية بتاعتك طيب كل واحد وليه دينه مش أنت بتقول ولداء كلام بتحكوا بيه على الناس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكم دينكم وليدين هم مش عايزين ورفضوا الرسول ولم يقدم لهم ما يقنعهم داء المسيح له كل المجد بكل المعجزات اللي قدمها اليهود كأمة لم يؤمنوا صحيح الكنيسة الأولى كلها يهود صحيح المجامع اليهودية انطلقت منها المسيحية صحيح عدد ضخم جدا من الكهنة نعم اليهود آمنوا وداء موجود في صفر أعمال الرسول لكن كأمة ظلت محتفظة بالتراث بتاعها وبالعقيدة بتاعتها هل تلاميذ المسيح قاموا ليقتلوا اليهود لأنهم لم يؤمنوا بالمسيح بالعكس هم الذين احتملوا الاضطهاد من اليهود ومن الوسنيين الذين كانوا في روما في أماكن كثيرة الفرق كبير جدا نعم طيب خلينا نرجع لعنوان الحلقة بتاعتنا بداية الإسلام يهودية بامتياز يعني الكلام الكلام ببساطة أنه رسول الإسلام من كانت زوجته هي خديجة ومن هو ابن عمها ورقة بن نوفل هؤلاء هم الذين شكلوا محمد وأنا حاب يعني حط عنوان كده قدام الأحباء المشاهدين ومنه انطلق لو الله حبيت بداية يهودية أصل البداية بين خديجة ورقة ده العنوان الموجود أمام الأحباء المشاهدين ولو مثلا احنا شفنا يعني قرأنا هنا صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا قبل ما أروح للجزئية دي لما بنتكلم عن خديجة وورقة يعني بس أجل دي شوية لأنه جاتني فكرة في ذهني أحب شارك بها الأحباء فضل بأنه لما أخدته لورقة ورقة بن نوفل قال هذا هو النموس الذي نزل على موسى يعني الإدعاء بأنه وحي محمد كوحي موسى ليس كوحي أي رسول آخر وكأن موسى وحي مختلف عن وحي كل الأنبياء ما الفرق بين وحي موسى ووحي ساموئيل وانتو بتقولوا مثلا إبراهيم عنده صحف ووحي إبراهيم ما الفرق لماذا كان الاتجاه إلى موسى مباشرة لأنه هو رمز الشريع عند اليهود رمز الشريع عند اليهود هو موسى وبالتالي يتم هكذا فبركت الأمور أنت النموس بتاعك كان نموس الذي أعطي لموسى وهذه الجزئية تحديدا أنا أقشها بعد شوية لكن أنا عاوز أكمل هنا في صحيح البخاري كتاب حديث الأنبياء باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا قالت عائشة فرجع النبي إلى خديجة يرجف فؤاده فانطلقت به إلى ورقة ابن نوفل وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية فقال ورقة ماذا ترى بيقوله أنت بتشوف إيه فأخبره طبعا مفروض يكون يخبر إيه إنه بيشوف جان بيشوف بيفتكر نفسه هو كاهن من بتاع السحر ذلك كان بيشوف رسول للإسلام أقنعت خديجة فيما بعد إنك لا ده لا يمكن يكون جان ده ملك مش مهم الموضوع ده ده لك تخلينا في كلام ورقة فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرة طيب هنا السؤال لماذا وحيه على ناموس موسى ولم يأتي على ناموس إبراهيم ألست تابعا لإبراهيم شينت بتقول أنا تابع وطبعا نصوص كثيرة هو على ملة إبراهيم طيب أنت لماذا يجي ناموسك على ناموس الملة بتاعتك تريح لليه تريح أنت مش بتقول أنك أنت تابع لملة إبراهيم الناموس بتاعك ده ما بيجي على الملة بتاعتك بيروح لليهود ولا علشان اليهود ليهم التأثير وموسى ليه البريق والوهج لماذا ناموس موسى هذا أمر مهم جدا يجب التركيز عليه موسى بالذات مش كل الأنبياء الوحيهم زي بعض ليه مش كل الأنبياء مش الإسلام ده دين الأنبياء صحيح بالضبط كده وحيهم مفروض واحد صحيح طيب أنت بتقول أنا دين الأنبياء ما يعني اخترت موسى نا ثم يعني إيه الناموس هل يعني الشريعة عند اليهود الناموس وعند المسيحين الناموس هو الشريعة نا والشريعة أعطيت لموسى دفعة واحدة هو محمد أول ما شاف جبريل أعطاه جبريل شريعة زي شريعة موسى ولا كل اللي قاله لمحمد رسول الإسلام اقرأ هذا بيقنا موسى يعني كل اللي هده شافه لسه ده في البدايات يعني يعني أصلا موسى ما جاله ملك عشان تقول انت ده على طراز نا على منهج موسى لا موسى ما جاله ملك وقاله اقرأ وقال له ما أنا بيقارئ وضغط على صدره وهنا بالمناسبة الرسول في مشكلة أنا حابب أنبر على الجزئية دي جاله اقرأ لو كان مع جبريل صحف وبيقول له اقرأ فيبقى جبريل جاهل مش عارف ان ده محمد لا يقرأ زي ما هم بيقولوا لا يقرأ ولا يكتب نا لكن لو كان اقرأ بمعنى ردد ومحمد قال ما أنا بيقارئ ابقى عاصي عصى عصى أمر اله عن طريق جبريل اقرأ ما أنا بيقارئ فلو كان ما أنا بيقارئ قرأت نص يبقى جبريل جاهل جبريل وإله يعني هو مين اللي بعد جبريل بالظبط كذا لو كان اقرأ بمعنى ردد يبقى محمد عاصي ففي الحالتين في مشكلة وفي النهاية ما أنا بيقارئ ويقولون نحن أمة اقرأ ما هو ما ما قرأ قال أنا ما أنا بيقارئ رفض يقرأ وهي يعني هذه الأمة التي تدبع رسول الإسلام إلى اليوم فهل هذا حال موسى الذي قال عنه الوحي المقدس عن موسى تهذب بكل حكمة المصريين يعني كل العلوم المقتدرة العلوم الطبيعية الموجودة في ذلك الوقت إذا كان من هندسة من فلك من طحنيط من تهذب بكل حكمة المصريين لأنه كان في بيت فرعون نعم هل دا زيدة اللي ما بيعرف يقرأ ويكتب يعني ولا من أي جهة في نوع من التشابه عشان نقول دا زيدة خالص ناموس دا زيدة لا لا في الطريقة ولا في الأسلوب ولا موسى جال وجبريل نعم ثم يعني بنشوف أنه بعد كده ربنا يأخذ موسى في البري أربعين سنة يتم طمحيص موسى وتهذيبه لهذه الرسالة الكبيرة التي قام بها موسى بعدين تلاحظي بعض المفسرين يعني بيقولك جبريل هو الناموس جبريل هو الناموس جبريل هو الناموس هل جبريل هو الناموس إذن هم مش فاهمين معنى الناموس طبعا طبعا يعني مع احترامي يعني أشوفي بتبعدي عن الأصل خلاص بيفقد الإنسان الصح ويفقد الأساس ويفقد أمور كثيرة جدا في الإطار هذا وقبل الاحتكاك الكبير باليهود في المدينة يسرب كانت هذه محاولات بدائية فاشلة كمحاولات أخرى لاحقة للإهام بأنه نبي فالبداية كانت من فين من يهود للإهام بأنه هو مثل موسى يعني شوفي شوفي لما بيحبي يحط نفسه يحط نفسه في مثل موسى فماذا فعل يعني علشان تشوفي أنه الموضوع لم يقتصر فقط على موسى نعم وإنما دخل في توراة موسى أيضا آه أكمل فضل أحب أكمل بهذا العنوان التمسح بالتوراة اليهودية طبعا التوراة والثقلة يعني في شبه الجزيرة العرب ومن شوف تفسير ابن كسير على وحي محمد مثل وحي موسى ماذا قال تفسير ابن كسير للقصص 48 يقول ابن كسير وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن يعني يعني طبعا غالبا في الأغلب كان علماء التفسير بأهل الكتاب دائم بيجيبه اليهود أولا والأكثر يعني نعم ليه انتهينا عاستقرن التوراة بالقرآن الرسالة مش واحدة ولا الكاتب واحد التوراة قائمة جملة وتفصيلا على أن الخطيئة لا تغفر إلا بسفك دم سفك دم زبيحة حيوانية هنا هذا في القرآن إن الحسنات يذهبنا السيئات المنهج مش واحد بعيد جدا فلما يقول وكثيرا ما يقرن الله هنا إله القرآن الذي يريد أن يتمسح بالتوراة لأنه يريد أن يأخذ شرعية مين اللي حيديه شرعية غير أهل الكتاب غير أهل الكتاب ما فيش حد والحد النهاردة لسه بيدوروا في الكتاب عن شرعية لمحمد صحيح بس هنا عارف المسلمين يعني تعليق سريع مرة يقولوا الآية دي عن محمد وهنا نفس الآية لا دا علي ونفس الآية لا دا الحسين وكل المسلمين بكل طوائفهم بيعرفوا ضميريا أن الكتاب دا هو الأساس وإلا أنت بتدور عليه مش محرف بتدور عليه على الرسول لي نكمل مع ابن كثير كما في قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يكمل ويقول وهذا كتاب أي القرآن أنزلناه مبارك فهذا كتاب بتاعة التوراة وكمان إحنا نزلنا كتاب تاني ويكمل ويقول ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فهنا بتشوفي محاولة التمسح بالتوراة أيضا ليس فقط بشخصية موسى لا هو بحاول يأخذ شرعية كمان كتابي زي ذا شوف دا أنزل ودا أنزل ما أن التوراة ما فيش حاجة اسمها أنزلت ولا المسيحين عندهم شيء اسمه أنزل دا وحي مقدس وحي مقدس بروح الله ما في شيء ينزل فالمهم يعني دي بس معلومات بيتيجي في السكة كذا عشان الأحباء المسلمين يخلوا بالهم فإذن دا بالنسبة إلى التمسح بالتوراة السؤال أنا حابب أطرحه هنا علشان بنشوف القرآن بيحط كلام مفروض الواحد يتساءل فيه على الأقل هذا السؤال الذي أضعه هل جاء محمد لبن إسرائيل هل جاء محمد يعني لبن إسرائيل خصيصا أنت بتقولوا دي جاء للعالم بس بلغة عربية خلي بالك مفروض كل الناس تعرف اللغة العربية طيب هنا بنشوف شبه 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 إنه وكأنه جاي لليهود فين سورة البقرة 101 ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون بس هنا لما جاءهم من دول اللي جاءهم طبعا أنا مش هفاسر أنا أجيب تفسيركم لكن خليني على كلمة مصدق مصدق لما معهم دي حتوى دوا فين أحباء المسلمين يعني رسول الإسلام بيقول هنا أو كاتب القرآن إلى هذا القرآن يقول لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم للي في إيدهم طيب اللي في إيدهم دا تورا دول يهود هل القرآن جاء مصدق لكتاب اليهود يعني ما كانت حرفوا جاء عيسى يصلح مش دي الأكاذيب اللي أنتوا تطرحوها بتقول اليهود حرفوا كتابه مؤتى عيسى يصحح والمسيحيون حرفوا كتابهم وجاء محمد صحح مفروض في عصر محمد لا تورا صحيحة ولا إنجل صحح هل زي مصدق لما بين أيديهم بين أيديهم في إغير التورا أليست التورا هي الكتب التي تعبدت بها ابنة عمران فاصطفاها على العالمين ولا تعبدت بكتب مزورة محرفة هي وزكريا ويحيى وغيرهم دول كلهم كانوا في عصر المسيح ولم يكونوا مسيحيون بعد فكيف تعبدوا بكتب محرفة الأكاذيب لا تستقيم مش هينفع فهنا لما جاءهم رسول جاءهم جاء لمين ترجعي إلى أولا لازم يخلوا بالم دي سورة البقرة سورة البقرة دي سورة مدنية يعني الكلام ده بعد أكتر من 13 سنة من ما هو قال أنا رسول بعد أكتر من 13 سنة جاي يقول أنا جايهم جاي يقول أنا لما جاءهم أنا جاي لليهود أو نخلي بانا دي ده نص 101 النص ده رقم 101 يعني لسه فيه مية نص في البقرة اللي بعد 13 سنة فالمية نص ده لا معرف كمان أخذوا فترة بس خلينا نقول 13 سنة نعم يعني هنا أنت جاي لمن أنت مش بتقول لكم دينكم ولي دين ليه ما تسيب الناس كل واحد في دينه يقدر يقول الكلام ده الورقة ابن نوفل فلما جاءهم رسول من عند الله ورقة ابن نوفل تقدر تقوله الكلام ده لا يجرؤ لأنه ورقة هو يعني ولي نعمته هو اللي نباه هو وخديجة لما أحباء المسلمين بيحلفوا ولي نبى النبي بقول لهم خديجة تب تحلف بخديجة ونبى النبي لأنه ليس هناك إله ينبى النبي يعني مات ورقة ولم يعتنق دي محمد يعني لا نعارف دين إله هيعتنق لكن أنا عايز في النص ده ولما جاءهم جاء المين نرجع لشيخ المفسرين الطبري يعني جلى ثناؤه بقوله ولما جاءهم أحبار اليهود ما لكم أحبار اليهود وعلماءها من بني إسرائيل رسول يعني بالرسول محمد بس جاء لأحبار اليهود والعلماء يعني أنا أنا دلوقتي لكي حق تستغربي لكن أنت دلوقتي بتقول لما جاءهم ليه أنت هنا بتتكلم عن عن اليهود وليه أحبار اليهود وليه أنت منتظر أنه لازم يؤمنوا بيك مش مفروض تنتظر كده فهل محمد كان رسول لليهود وليه خص أحبار اليهود والعلماء لأن لأنه يعرف هم اللي عندهم بحسب ما يفهم محمد علم التوراة علم الكتب المقدسة ليهم هؤلاء الأحبار سطوتهم نفوزهم على الشعب اليهودي وبالتالي هم لو اقتنعوا في فكر محمد هؤلاء الأحبار اللي هو جاءهم بكتاب من عند الله فبالتالي يمكن يقنعوا الرعية بتاعتهم وده شائع في التاريخ الإسلامي وشائع في عصر محمد في عبسة وتولى إن جاءه الأعمى من جاء الأعمى لرسول الإسلام عبسة وتولى ليه لأنه مهتم بصناديد قريش مهتم بالناس الأغنياء الناس الأسرياء في قريش حيبص الواحد أعمى فقير أعمى لا ده تخلينا مع الناس الكبار المهمين هي ده ده المنهج الإسلامي من بدايته فليس غريب اليوم ولا قبل ذلك في المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم كان مهم تأليف رئيس قبيلة عشان هو رئيس قبيلته فبالتالي يأتي يأتي بهم إلى الإسلام فإذن ده لسه إحنا في البدايات وبنشوف على أنه البداية أنت سألتيني ليه هي يهودية بامتياز هي يهودية بامتياز الناس اللي كانوا معا في البداية يهود بدل ما يروح يقول لليهود شكرا نكل باليهود وطرد اليهود واخترعوا أنه اليهود هما اللي نكسوا العهد نعم وهم اللي ما لا هما نكسوا العهد أنت اللي لما رفضوك رفضوك هما سندوك في البداية رفضوك فأنت إيه ابتدى خلاص وبيقى عنده من الرجال والعتاد والسلاح ما يكفي أنه يدمرهم ودمرهم دمر أقصد القضاء التي كانت في شبه جزيرة العرب نعم نعم طيب خليني أأخذ مداخلة بس ونكمل فؤاد من السعودية ألو ألو مساء الخير أهلا سلام ونعمة لأخ وحيد وأخد فاد سلام ونعمة أهلا بيك يا فؤاد أهلا أهلا أنا كنت صراحة تتابع الحلقات السابة وكانت أميلاد المسيح حين اتجهت اتجاه آخر تغريبا بالنسبة للاتجاه طبعا أنا أبغى أقول لك صراحة أنا اتصلت لسبب واحد أولا أنا أصولي خزرجية يعني والموضوع هذا بدأ متكلمت أنت عن مدينة طبعا راح أدلي بداني بذلك لأن هذا يخص جزء من تاريخي طبعا طبعا أنت قلت كرة المسلمين إلى اليهود مش مسببة أو كرة محمد يعني يعني أنت قلت نحن قاعدين نتوارد الموضوع طبعا الكرة أنه في المدينة لما الرسول جاء نسف مجد اليهود لسبب أن اليهود طبعا من قبيلتي طبعا كان عبد الله بن السلون كان راح يصير ملك بسبب أن اليهود كان يعني هما كان يملكوه على المدينة المنورة وهو طبعا غضب من الموضوع هذا لأنهم التفحوا المين المسلمين التفحوا طبعا هم بايعوا بتحت الشجرة جما تعرف في مكة المكرمة وبايعوا وبعد كذا مصعب بن عمير جاء قبل ما يجي الرسول وآمنوا فيه من قبل ما يشوفوه وهذا ضدبت تاريخيا طبعا المسلمين بعد كذا صارت قتال وصار كما قلت تنكين لكن أنا أريد أروضح لك أن اليهود اللي موجودين في تيماء في شمال السعودية هذولي ناس كانوا معاهدين وما حصل لهم أي شيء المسلمين بعدين في غير كذا أن المسلمين تتكلم تاريخيا قاعد يحقدوا على اليهود الجزيرة الأيبيرية لما المسيحيين طلعوا المسلمين مع اليهود مين اللي مسك اليهود في شمال أفريقيا وفي الدولة العثمانية كلهم كان المسلمين هم اللي ضموهم أنت يا المسيحيين اللي راكنتوا في اليهود مش إحنا لنا كمسلمين فلا استغرب من الأمر هذا طيب أنا عايز أقول لك يا أخ كورونا لليهود مسبب ما لا دخل بالعلاقة بالضرصيل في ذاك الوقت أنا ما أتكلم عن الحال ما هو السبب السبب أنا أقول لك شيء السبب الحقيقي طبعا بالنسبة أنا أتكلم في الفترة الماضية أنه الفتن اللي سووها في المدينة المنورة الفتن اللي عملوها طبعا أنا ما أتكلم كل اليهود هذا خطر أنا شفت على فكرة في الفيديو اللي قاعد يساعدون هذا هذول ناس ركبين الموجة أي موجة أنا عايز يعني هل يا أخ فؤاد هل القرآن يبيح لك إنك تحب اليهود أن يحب اليهود نعم إذا ما هذا اتكلموا فيها الشيوخ وقالوا إذا ما عادوك وما هذا وما سأقول لك أي شيء ما تعديهم لا 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 أنا أتكلم ما تعديهم هذا ليس معناه ليس معناه أنه ما في ناس المسلمين نكل يهود أتكلم معك صحيح نعم حصل هذا الموضوع ماشي يبقى حصل لكن أنا أقصد أنت شخصيا هل هل تستطيع أنك تحب يهودي لم يعاديك إطلاقا وهل عنده معك مشكلة حبيت يهود أنا درس في أمريكا وحبيت يهود وحبيت أصدقائي وأديت مسيحيين وعندي أخوة مسيحيين طيب عندك مشكلة دلوقتي أنت كمسلم وعندي أخوة مسيحيين سعودين بعد نشكر الله نشكر الله بس هل تعتقد أنه محبتك وإنت مسلم لغير المسلم أنك أنت لغير المسلم هل ده مصرح به في القرآن أنك تواد الناس الذين يعني أحد الله ورسوله إلى آخره جيد شوف اسمعني في كلمة للإمام علي عن موضوع القرآن تفضل للإمام علي قال أن القرآن وإمام علي الإمام علي قال قال أن القرآن حمال أوجه كل واحد يفسره على كيفه تكلم عن الموضوع هذا جيد أنا أتكلم لك الآن أحنا أتكلم عن الموضوع هذا ليس هذا معنا هناك أشخاص عندهم متجدد يقول لك أنا لا أستطيع أن أسلم ولا بعيد على المسيح أو اليهود سيب المسيحين دلوقت على جنب خلينا في اليهود لأنه إحنا في اليهود ملاحظين نعم قتل اليهود حلال بيقول لك ما عنده مشكلة طيب طيب ده جاي من فين يا أخ فؤاد هل ده جاي من فراغ ولا في تاريخ ساند وفي نصوص قرآنية مقدسة وفي تفسير وفي أحاديث لهذه الأمور طيب رفس الشي يعني كل كل الأداء فيها حتى أنتم بنسبة المسيحين أنا للسه لا لا حبيب المسيحين ما لأني ما لأني اليهود لا بصي بصي أخ أكلم أنا مفاعي أنا مفاعي أفاعي بمعنى أنه هم عارفين الأمور وعارفين المسيح وعارفين المسيح ولم يكترسوا لكن هل المسيح أوصى تلاميزه بأنه ده حتى قال لهم أحب أعداءكم ما عندنا قال أحب أعداء أيوة بصي أخو أخوات الديني فرصة صح المسيحي الذي يكره شخص هو ضد المسيح قاتل نفس هو ضد المسيح عارف كده بيقولك الكتب من يبغض أخاه فهو قاتل نفس من يبغض ليش البابا يا حبيبي حرك حرك باليهود طيب أعلمني هذا الرجل عالم بالمسيحية أكثر منك لا لا ما أكثر مني ولا أنا أكثر منه لا لا الحبر هذا الحبر الأعظم سواني يا أخا فؤاد نحن عندنا الإنجيل المقدس هو فوق الكل كلام المسيح لا يعل عليه كلام المسيح هو الأساس لو جاء أي حبر في أي عصر قال كلاما مخالفا للإنجيل أنا ما بتكلم عن تفسير ما بتكلم عن ناس اختلفوا في التفسير لا بتكلم عن الوحي المقدس ضد الوحي المقدس هو الغلطان لكن ما بيبقى هو فوق الوحي لا يوجد لدينا شخص أعلى من الوحي لا بابا ولا بطرق ولا جسليق ولا مطران ولا أسقف ولا قمص ولا قص ولا شمس كل هذه الردب كلام المسيح على عين وراسي طيب ما عندي لمشكلة لكن أنا أتكلم لك الآن أنا أتكلم لك لما يجي الحبر الأعظم اللي يقولك هو ممثل المسيح طبقا لفئة من الناس يا عزيزي لا يوجد شخص يمثل المسيح لو فيه شخص ينصب نفسه لا يوجد شخص يمثل النسيح على الأرض لا يوجد البابا كان في فترة من الفترات يمثل المسيح ممتاز أدك بتقول في فترة من الفترات يعني حتى أدك ف supre فترة من الإنسان ونزروا المات لا 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 لم لا 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 Jeep ier أني إسمعني زي ما في حد كل لكل شخص ممكن يخطئ ويصيب من اللي قال البابا معصوم من الخطأ الفكرة خاطئة المقصود بها المجمع المجمع المجموعة من الأساق فيجتمعوا يقروا قرار معين بعدين القرار اللي طلع من المجمع بيقولوا البابا لكن البابا في حياته معصوم ما عندنا هذا الأمر بص يا أخ فهد دلوقت احنا طلعنا من الموضوع بتاعنا الأساس فيكراهية موجودة انت في رأيك الشخصي في الشارع الإسلامي في كل الطبقات الموجودة من الأحباء المسلمين في نسبة كراهية عالية جدا ضد اليهود نعم أم لا وسبب ايه السبب ايش هل موجودة في البداية نعم ولا لا لا موجودة في البداية السؤال الثاني أنا دلوقت باتكلم عن العصر اللي احنا فيه الشيخ من شوية بيقول لك حتى لو ما احتلوا فلسطين احنا ما عندنا مشكلة دول ناس احنا بنكرههم هذا الرجل يتكلم يتكلم صحيح لكن انا اتكلم لك انا بالنفسي فيه ناس مشايخ آخرين يقولون كلام مرمو صحيح طيب يقولون كلام هذا مردود عليه طيب فيه نصوص قرآنية وفيه نصوص قرآنية انه اذا ما يعادوكم هذا يخصطوا اليكم هذا هذا طيب بس يا اخ فؤاد انت بتعرف كويس جدا ان القرآن فيه ناسخ ومنسوخ وبتعرف على انه طيب يا عزيزي ما هي فيه نصوص انت ممكن ان اطلع لك من القرآن اهل الكتاب ناس حلوين وزي السكر ما عندهم اي مشكلة وممكن اطلع لك اهل الكتاب تزلهم وتاخد منهم جزية وهم صاغرون ممكن اطلع لك ده وده وممكن اطلع لك في النهاية واذا تغيرت الاوضاع يمكن بياخدوا الجزية اشكرك اشكرك لاجلي صراحتك يعني لو تغيرت الاوضاع حيرجع يجيبونا النصوص اللي هي ايه اللي هي فيها انا اتكلم معاك انه فيه ناس عندنا اللي اقلهم رايح بيزوه هذا الشيء لك انا اتكلم لك الناس عندنا مفروض انه ما يتعاملوا مع العالم بالطريقة هذه هذا رأي اشكرك يا اخ فؤاد ومداخلة رائعة جدا بس انا بحي فيك الانسانية لكن في النهاية لو رجعنا للإسلام التقليدي هنلاقي الاخ فؤاد مستواه اعلى من مستوى نصوص كرانية ومستوى احاديث قالها رسول الاسلام والصحابة اللي فعلوه اشياء كثيرة جدا حتى الصحابة نفسهم كانوا في يوم من الأيام وهما جداد لسه في الإسلام كانت انسانياتهم واخلاقهم أعلى من شريعة محمد صحيح في يوم من الأيام صحيح لأهم مش كانوا عايشين مع اليهود صحيح وكان في سلام وكان في جزيرة العرب ما في مشكلة يعني عمر بن الخطاب احنا شوفنا انت قدمت كان ليه أصحاب يهود بالضبط بعد كده خلاص بعد كده خلاص أصبح امتلأ الإسلام قلبه فامتلأ كره وحقه إلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه هذين مشركون نجس طبعا يقول لي احنا مشركين ده القرآن بيقول كده سورة التوبة 30 طلعت من لا شيء قالت اليهود عزير بن الله ما في ما عند اليهود ما في هذه العقيدة ومين اليهود دول بتاع جزيرة العرب هم اللي بيمسوا اليهود العالم وقالت النصارى المسيح بن الله احنا بنقول المسيح بن الله انت مش فاهمة بتكفر الناس على اي اساس واليهود نفسهم بيقولوا المسيح بن الله والمسيح طبعا دي مشكلته المسيح المسيح وليس يسوع صحيح اشكرك يعني هم مؤمنين ان المسيح اللي هما لسه منتظرين هو كلمة الله ابن الله هذا موجود في سفر الامثال اللي كتب سليمان الف قبل الميلاد اقروا سفر الامثال 304 شكرا خلينا بسرعة ناخد بعض المكالمات عبد الجهادي من المغرب اهلا بكم اهلا بيك بالنسبة الوحيد الوحيد المغرب عندهم تاريخ عريق في المغرب ونحن المغرب نرجعهم من المحر كانوا يحرقون في الاندلس ممكن عيشين كل حرية هنا في المغرب ممكن عبد الجهادي من قبل كانت أحداث سرطة ما سرطة جمع من اليهود متبين كانوا يتكلموا عبد الجهادي عبد الجهادي وط صوتك لانه انا ما فهمت ولا كلمة لو سمحت عيد من الأول وبراحة على مهلك احب اسمعك هو بيقول ان اليهود في جاليا كبيرة عندهم في المغرب وهم بيحترموهم واخذين حرياتهم في الوقت وان الله تخلى علينا والله غضب علينا وقال اخر كبيرا قال ما يكلنا لن يتخلى عندنا الله ولكن ما يعني المشكلة هي ان الله تعالى كان يعلم في الأهل ان الشعب الوحيد الذي يقدرني تمسك بدينه هو أولاد إسماعيل وبعدين قلت الوحيدين وقلت له تعالى ان تتعرف محمد جهي وليس لن تسلم قال لي أنا ما فهم كلامك يا أخ عبد الجهادي للأسف أنا ما فهم الكثير من الكلام حتى يعني أقيم معك حوار هو لسه موجود لسه موجود هو ممكن توطي صوتك لأنك انت في الشارع يعني سمعين صوت العربيات وطي صوتك يا أستاذ عبد الجهادي شوية لو سمحت تفضل هو مش سمعنا هو حتى مش سمع هناك مقاعد أصنام لا حول ولا قوة إلا بالله أنا ما فهمه هو بيقول أصنام أصنام هل بتكلم عن أصنام في مكة ولا بتكلم عن أصنام ما عرفش طيب خلينا ناخد بطرس من أمريكا ألو أهلا بيك أخو بطرس مرحبا أستاذ رحيد أهلا بيك أخو بطرس أتفضل مرحبا أستاذ رحيد أهلا بيك أخو بطرس أتفضل سؤال بصير أستاذ رحيد سؤال بسيط جدا أفضل لماذا بالقرآن ذكر موسى 136 مرة صحيح ذكر في القرآن 136 مرة مزبوط ذكر محمد أربع مرات بمعنى موسى طلع بطل بطل القرآن وهو نبي القرآن صحيح وذي تفضل كمل بس هاي بس هاي يريد بنك بس هاي أشكرك لماذا أشكرك لماذا ذكر 136 محمد وموسى ذكر أربع ليه ذكر موسى 136 الإجابة بسيطة يا عزيزي الإجابة بسيطة جدا أنا هجاوبك هجاوبك هتكون معاي ولا تكفي للخط وتسمعني أنا أعرف بها بسيطة أعرف أعرف هم هم يفكرون الإسلام يفكرون سؤال أنا هذا خصبي يفكرون الإسلام لذكر أشكرك 136 هاي أشكرك أشكرك لأنه لأموسى بطل القرآن هو بسوي القرآن أشكرك شكرا لك يا أخو بطرس شكرا موسى على تابعي صحيح وهجاوبك دلوقت نعم شكرا لك شكرا شكرا أهل المساعد هو عاوز الأحباء المسلمين يفكروا شوي بس هو السؤال يرد بسؤال للتنوير أنا ما كنت عايز أسبق الأحداث لكن اضطرني الأخ بطرس سؤال هم بيقولوا أنه مجدهم الكبير وجد الرسول هو إسماعيل نعم فين الكلام عن إسماعيل في القرآن كم مرة ذكر إسماعيل ليه ما تكلمت عن إسماعيل وما هو مش بنبي إسماعيل نعم طيب فين النبوة بتاعت إسماعيل عارفة ليه ده الإجابة على الأخ بطرس ده كان السؤال الذي ينور لأن إسماعيل في التوراة وفي حكاية اليهود ما عنده ما في خامة يأخذ محمد ما سمع ما في مادة ما في مادة لكن لما يقعد مع اليهود الذي يتكلم من التوراة فموساحت موسى كبيرة جدا منذ لقاءه مع فرعون أولا بداية مع الرب الإله والشجرة وسمع صوت من الشجرة وزهب وهارون وفرعون والضربات والخروج وشعب برين إسرائيل في البرينة أنت بتتكلم عن أربعين سنة فيها وحي مذكور وأحداث تناول فيها التوراة تناول فيها الوحي المقدس موسى وبالتالي أصبحت المادة غنية جدا صحيح صحيح حجم حجم إسحق في التوراة قليل لكن موسى لا في مساحة ضخمة كبيرة جدا يوسف في مساحة كبيرة ضخمة ولذلك أفرد صورة ليوسف علشان كذا الأمور اللي بيفكر ببساطة أنت ما عنده خامة لإسماعيل فهيشتغل إزاي هيجب من فين أنت أنت جاي تابع لإسماعيل تكلم عن إسماعيل ما ما عندك ما عندك شيء عن إسماعيل ولا اليهود هيتكلم عن إسماعيل هيتكلم عن أباؤه إسحق يعقوب فبالتالي ما عنده مادة عن إسماعيل نعم هذا هو الإجابة على الأخ ليه كتير ذكر موسى مع أننا جايين للأمر هذا لكن هو اضطرني أسبق الجزئية طيب مش مشكلة خلينا نكمل وبعدين ناخد بعض المداخل طيب أنا عاوز هنا أخذ العنوان ده نحن نتكلم عن البداية اليهودية القرآن يأمر اليهود بالإيمان بمحمد في الوقت الذي يقولون لنا لكم دينكم وليدين هنا بيأمرهم مش مثلا بيبشر في سورة البقرة أربعين وواحد واربعين يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتوا ثم يقول لهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا طيب إحنا ما عايز نؤمن يروح يوبخهم ويتم تهديدهم بعد كده في سورة القصص تمانية واربعين فلما جاءهم جاءهم الحق من عندنا قالوا لو لا أوتي مثل ما أوتي موسى ده من حقهم أنت جيب زي ما أوتي موسى فيطلع من الحتة جزاي تبتقول نبي طيب موسى ده كان عنده بقى معجزات وعمل أشياء كثيرة جدا على رأي القيماني قال طبعا كان يدي العصايا لأخو محمد يشتغل بها شوية كان عنده تعليق كده ما أداله العصايا فبدأ بدون عصايا وبدون معجزة وكأن المعجزة في العصايا معجزة في قوة الله أولم يكفر بما أوتي يا موسى من قبل طيب بس موسى لما يجي وقت الحساب بعدين ويوقف الله شعب موسى يقدر يدينهم عفوا الله قادر على كل شيء الحجة عليهم ثابتة أتاكم موسى بالمعجزات ولم تؤمن أنت حتقول إيه إيه حجتك ما هي معجزاتك التي قدمتها هل لأنه قدم معجزات والبعض لم يؤمن بهذه حجة أنك أنت ما عندك معجزات أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل طيب هم كفروا وعليهم الحجة قائمة يوم القيامة وانت رفعت سيفك على الناس لم يكن لديك معجزات ثم يقول قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون طبعا سحران تقري التفاسير تلاقي ستة اقتراحات لسحران على مستوى الأشخاص قالوا السحران هم موسى وهارون لا موسى ومحمد لا عيسى ومحمد دعا على مستوى الأشخاص دول ثلاثة اقتراحات على مستوى الكتب قالوا لا التوراء والقرآن لا الإنجيل والقرآن لا التوراء والإنجيل ده كله موجود في التفاسير ستة اقتراحات لكلمة سحران ده كمن كان بيهددهم يعني أنا ذكرت كلمة التهديد نعم ويكذب مشوها صورتهم أحيانا حقول لك النصوص بسرعة سورة النساء يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مش عارف مصدقا لما معكم ازاي من قبل أن نطمس مجوها هذا تهديد هنا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا وبعدين في الجمعة ستة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنم الموت إن كنتم صادقين يعني أنتوا لو فاكرين نفسكم أنتوا يعني أولياء الولي بيحب يروح السماء بيحب يروح الجنة فتمنوا الموت لو كنتم صادقين يتمنوا الموت إن كنتم صادقين عشان تروحوا الجنة في سورة الأنعام نجد هنا التشويه وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء تخيل ذو اليهود أصحاب الكتاب بيقولوا الكلام ده قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس ذو اليهود اللي بيخافوا على كتبه من مقدسه بيقدسوها اليهود حينما يأتي ليكتب عنده قلمين للنسخ قلم خاص باسم الله لا يكتب بها أي كلمة خاص لما يأتي اسم الجلالة يستخدم اسم الجلالة بقلم آخر وحينما يريد أن يذون الحقائق الأخرى ينقل ينسخ يستخدم قلم آخر دول هم اللي كانوا بيعملوا قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آبائكم قلوا الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون كل هذه غير نصب عليهم اللعنة لو تسمحي لأقول بسرعة فضل في العنوان ده اللعنة على اليهود لعدم إيمانهم بمحمد ولما جاءهم البقرة تسعة وتمانين كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ده لأنه كفروا بمحمد فلعنة الله على الذين كفروا بمحمد وكانوا يستفتحون يعني كانوا بينتصرون بهذا الكتاب على الكفار لما جاء الرسول بكتاب هم كفروا بالكتاب فلعنة الله على الكافرين هو السؤال أنت جاي لليهود ليه هم محتاجينك فيه يعني هنا برضو الكتاب جاي لليهود لما جاءهم كتاب خلاص أنت بتقول لكم دين وليه دين أخي التزم بهذا الأمر لم يلتزم وكلامي للأخ المبارك فؤاد هذه النصوص المتضاربة في القرآن صدقني أنا أطلع لك أهل الكتاب مية فيه مية في المية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى يوم القيام بس لو عايز أنت يعني تنكل بيهم ما دول مشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم إلى آخره برضو ممكن لو عايز سورة التوبة 28 و 29 ستجد قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا الكتاب ما عندهم دين حق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ارجع لابن كسير لو سمح ويقرأ صاغرون أزلاء صغر أشقياء ليه؟ لأنهم لم يؤمنوا بمحمد بالنص مكتوبة في تفسير ابن كسير طيب خلينا ناخد بسرعة بندر من السعودية ألو أخ بندر أهلا بيك تفضل نعم 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 حياك الله يا أخ وحيد أهلا بيك أخ بندر نعم أنا عندي تعليق عن الحلقات حلقتين الماضيتين يعني أنت عرضت على أنه العذرة مريم كانت في كان يذهب لها زكريا بسلم في مكان فيه سبع أبواب وأوى إلى آخر ولكن هنا لما جاء المحيد أو الوضع يعني الوضع كيف نزلت من على السلم وكيف جلست على الجزعة الشاجرة وإلى ذلك الخزعبلات يعني ممكن توضح لنا هذا الخزعبلات موجودة في التفاسير الإسلامية وأنا بجبت شيء من عندي هذا ما قرأته وقدمت لك بالنص أين تجد هذه التفاسير أشرت لك للقرطبي أشرت لك للطبري أشرت لك لابني كثير وترجع للحلقة وتستطيع أن تجد هذه الخزعبلات تفضل نعم ولكن العقل لا يقول هذا لأن كيف تنزل من على السلم فأثناء الوضع يعني كيف تنزل مع السلم وتخرج من سبعة أبواء هو طبعا لم يقل حتى نكون أمينين لم يقل أثناء الوضع نزلت من السلم هو قال إنها خرجت من هذا المكان وبعدين راحت لمكان آخر تحت النخلة هناك واتخذت من دونهم حجابا فجاءها جبريل وما معروف هل هي حملة وضعت في ساعة على طول ولا قعد زي البشر تسعة شهور لكن هو لم يقل أنها كانت يعني حاملة وبتوضع وبعدين نزلت السلم ده لم يقل ولم يرد في الحلقة تفضل ولكن هو كان زكريا كان الوحيد الذي يذهب لها عن طريق سلم إلى غرفة ولا غرف من خبعة أبواب وكل هذا صح يا دي للأسف مشاكل كثيرة أستاذ بندر لكن أنا عايز أعرف يعني يعني أنت رأيك إيه في الكلام ده كله بجملته موضوع ابنة عمران كلها أساطير الأولين يعني ما استنتجته كلها كلها هذه أساطير الأولين طيب كلها أساطير اليهود وغير طيب كيف وصلت إلى القرآن يعني تداولت في عصر الرسول كان له صحابة من اليهود ومن النصار ومن كل هذه طيب هل حضرتك يا أستاذ بندر أنت في مرحلة بحث ولا أنت بحثت وخلصت ووصلت نتيجة معينة لا في مرحلة بحث إن شاء الله ربي باركك يعني أنا بشجعك أنك تكمل شكرا لك شكرا لك يا أخي بندر طيب نأخذ عيسى من فلسطين ألو مساء الخير مساء النور أهلا بك تفضل السلام المسيح معكم أختي فدو وأخي وحيد أهلا بك أخي وحيد أحابب أحكي لك أنه أنا يعني عندي معرفة وخبرة يعني شو الخطية بتعمل وكيف يعني كيف قادر تدمر شعوب وأمم ومجتمع وأسر وأفراد محمد يعني سواء إنه إنشك في إنه أصل يهودي أو عربي اليهود لاكوا فيه يعني الأرض الخصبة إنهم يستثمروا فيه الخطية يعني أنا بأتقد إنه الماسونيين اليهود في الجزيرة العربية استثمروا محمد حتى إنهم يبثوا سموم الخطية ويعززوا الخطية في العالم لكوا أرض خصبة حتى يبثوا سمومهم لأنه اليهود يعني أكثر ناس بعرفوا شو فعالية الخطية وشو أصرها في تدمير الشعوب فهم استثمروا فيه الخطية حتى إنهم يدمروا الشعوب اللي حواليهم ابتداء من محمد وجماعة محمد هذا هو الإسلام الإسلام هو حياة للخطية هو استثمار للخطية وتعزيز للخطية بكل اختصار هذا هو الإسلام طيب حضرتك بتتصل بنا من فلسطين صح؟ نعم هل اليهود بيخونوا العهد أنت شخص بتتكلم العربية هل اليهود حسيت أنه في كل حياتك أنت كذلك الناس طبيعتهم أنا لا أتكلم عن واحد كويس معك أو عن شخص وحش معك الطبيعة بتاعته نعم تفضل نعم يعني شو طبيعة اليهود يعني هل هم فعلا الناس بيخونوا العهد يعني هل أنت أن اليهود لا هم يعني هم يعني شافوا أنه يعني كمحمد يعني الماسونيين في الجزيرة العربية هم استثمروا محمد حتى أنهم يعززوا الخطيئة في الجزيرة العربية وبين العرب حتى يدمرهم من العرب فهمتك فهمتك عزيزي أشكرك أخي عيسى أشكرك جزيلا شكر الرب يباركك شكرا 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 أخي عيسى العفو العفو طيب إحنا عندنا ثلاث دقائق في الجزئية هنأخذها أو نأخذ مداخل أو نختم أنا عاوز أروح لجزئية لكن هل هتكفينا ثلاث دقائق أنا أعتقد أنها هي شوية أنا ممكن أخذ يعني جزئية سريعة جدا اللي هي بتاعة الجن ممكن تكفينا جن القرآن لا يعرف غير التوراة تخيل يعني حتى الجن اللي تكلم عنه رسول الإسلام هو برضو مرتبط بالتوراة لأنه هو المنهج واحد يعني لما شوف كده بسرعة الأحقاف الجن بتكلم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم طيب إزاي نزل من بعد موسى القرآن وإنت عندك الإنجيل المقدس نزل من بعد موسى لا يلتفت إلى المسيحيين لأنه اليهود هم اللي عندهم السقل في شبه جزيرة العرب المسيحين كانوا في الجنوب في نجران لكن في منطقة مكة والمدينة اليهود هم اللي لهم يعني العصبة فبالتالي ما قيمت حتى الجن محمد اللي حطه في القرآن هو جن لا يعرف الكثير عن حتى من بين موسى حتى المسيح يعني في كتب كثيرة نزلت يعني داود صح كتب كثيرة موجودة شمعنا برضه يعني هم سابوا كل الكتب دي وقفزوا من موسى لغاية محمد غاية القرآن هذا الجن لم يعتني بالإنجيل والمسيحين لكن كسيد رسول الإسلام هو بالتوراة سمعوا التوراة زي التوراة وإيه نزل من بعد موسى يعني القرآن نزل من بعد موسى طبعا المفسرين برضو يعني ليهم بحق تاهوا في هذه الجزئية فاهتم محمد بالتوراة واهتم الجن بالتوراة أيضا ومش في النص زي ما يعني موجود الإنجيل دا وحي مقدس الإنجيل دا المسيح ومن أعظم من المسيح له كل المجد صحيح لكن الجن ما بتعرف المسيح لأنه بتخاف منه وما بتقدر لأنه دا رب الأرباب وملك الملوك نعم فبينتهرهم بكلمة بيصعقهم شكرا لكم الرب يبارككم شكرا لكم ويباركك شكرا لكم مشاهدين المسيح يبارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم السلسلة هيدوب هابتدت عندنا مشوار طويل تابعونا وصلوا لأجلنا كثير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة